أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا بسينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ إلا على وقدفون من كل جانب تحورا ولهم عباد واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاد ثاكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يترون وإذا وعوا آلتين يستفكرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا لِدْنَا وَكُنَّا تُرْعَبًا وَعِضَعًا إِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَغْرَى بَارُنَا الْأَوْوَلُونَ قُلْنَ عَمْ وَأَنْتُمْ دَاكُونَ فَإِنَّمَا هِيَ فَجْرَةُ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْهُونَ وقالوا يا غيلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين غرموا أفواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضه يتساهرون قالوا إنكم كنتم تأتون لنا عن الأمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم طعما طاقين فحق علينا قول ربنا إنا لذلكون فأغويناكم إنا كنا ضارين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذلكم العذاب الأليم وما تجهون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المفلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكب وهم مكرمون في جنات النعيم على سور المتقلبين وضاف عليهم لكهس من معين بيطاء أبدة للشاربين لا فيها قوله ولا هم عنها ينذفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم نبيهم مكرون فأقبل بعضهم على بعضهم يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون واتطنع فرام في سراء الجحيم قال ترى هيا كنت لتغدين ولولا نعمة ربي لكنت من المطرين أفما لحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة السقو إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجهيم طلعها كأنه روص الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطور ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آبا علىهم ضالين فهم على آثالهم يغرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم موذرين فانظر كيف كان عاقبة الموذرين إلا بباد الله المخلصين